اشتهرت الكرة المصرية من زمان بوجود عائلات مارس أكتر من فرد منهم الكرة أحيانا من جيل واحد وأحيانا من أجيال متتالية تعالوا نشوف مين أشهر العائلات في تاريخ الكرة المصرية رغم الشهرة الكبيرة لصالح سليم كلاعب وقائد للنادي الأهلي وبعدها إداري ولغاية ما بقى رئيس النادي إلا أن المايسترو صالح كان له أخين مسلوا الأهلي برضو أولهم طارق اللي كان مدافع عظيم واشتغل بعدها في إدارة فريق الكرة والثالث عبدالوهاب سليم واللي برضو مسل للأهلي لاعب وعضوه في مجلس الإدارة لسنين طويلة عائلة إمام هي واحدة من أعرق العائلات الكروية المصرية والمنتدة الأكتر من جيل البداية كانت بيحيا الحرية إمام اللي تسمى بالاسم ده تيامنا بثورة 1919 ولعب كحارس مرمى للزمالك وبعدها جاء ابنه التعلب الكبير حمد أمام واللي كان أحد أبرز نجوم القلع البيضاء في الستينات قبل ما تكتمل السلسلة بالتعلب الصغير حازم إمام واللي قاد الزمالك ومنتخب مصر للعديد من الألقاء أما النادي الإسماعيلي فارتبط اسمه دايما بعائلة أبو جريشا بداية بفكهة الكرة المصرية على أبو جريشا اللي قاد الإسماعيلي لأول ألقابه في الدوري وأول ألقاب الأندية المصرية في أفريقيا بالفوز الشهير على الإنجلبير في النهائي واللي فضل مرتبط بالإسماعيلي مدرب ورئيس لقطاع الناشئين قبل ما يسلم الرايا لابن أخوه محمد صلاح أبو جريشا واللي سجل أكتر من مئة هدف مع الإسماعيلي وقاده لأربع ألقاب مختلفة وفيه كمان آخر عن قود الجريشا محمد محسن أبو جريشا واللي مثل الدرويش لمواسم عديدة ومع عائلات سليم وإمام وأبو جريشا في عائلات تانية كتير في الكرة المصرية زي عائلة يوسف في الزمالك والترسانة إبراهيم وسماعيل وسيد وعائلة يكن حسين وابن هشام في الزمالك وعائلة شديد إناوي في المينيا وولاده أحمد ومحمد وصولا لعائلة توفيق اللي بتضم الأشقاء التلاتة عبد العزيز وأحمد وأكرم توفيق وغيرهم كتير